السلام عليكم الدرس الثاني في السيار والشخصيات بعنوان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الاسم والنسب هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضع حيث إن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أمه هي هالة بنت أهيب بن عبد مناف وهي ابنة عم السيدة آمنة بنت واهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الاسم هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم سيدنا حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام أخوه من الرضع أخوه من الرضع إزاي؟ أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مولاه يعني جارية أو خادمة اسمها ثويبة ثويبة رضعت سيدنا حمزة ورضعت النبي عليه الصلاة والسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم أخو سيدنا حمزة من الرضع أم سيدنا حمزة اسمها هالة بنت أهايب بن عبد مناف هالة بنت أهايب دي هي ابنة عم السيدة أمينة بنت أهايب أم النبي عليه الصلاة والسلام اللقب والكونية بتاعت سيدنا حمزة لقب حمزة بسيد الشهداء يبقى اللقب بتاعه أنه سيد الشهداء أسد الله أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كلها ألقاب لسيدنا حمزة يبقى سيدنا حمزة له ألقاب كتير منها سيد الشهداء أسد الله أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم طب الكنية بتاعته كان يكن بأبي عمار يبقى الكنية غير اللقب اللقب سيد الشهداء أسد الله أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الكنية هي كنية واحدة هي أبو عمارة إسلام حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه في السنة السادسة من البعثة مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصف فآذاه وشتمه ولم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان حمزة في رحلة صيد كعادته فلما رجع وعلم بذلك غضب غضبا شديدا وذهب عند الكعبة حيث تجتمع قريش وجد أبا جهل جالسا بين قومه فرفأ حمزة رضي الله عنه القوسة وضرب به أبا جهل على رأسه وقال له أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول فرد ذلك علي إن استطعت في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بست سنوات العهد المكي يعني الثلاثتاشر سنة الأولانيين دولا يتقال إيه؟ السنة الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية ألغيت السنة الثلاثتاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ففي سنة ستة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي عند جبل الصفا أبو جهل قبل النبي صلى الله عليه وسلم فشتمه أذا إذا شديد ولم يرد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم النبي ما ردش عليه سيدنا حمزة في الوقت ده كان محايدا لكان بيعاد الإسلام وكان ما زال على الشرك يعني ما كانش مسلم في الوقت ده في سنة ستة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة كان عنده هوية الصيد فهو طلع كهاته إنه بطلع يصطاد فلما رجع من رحلة الصيد حد وقفه وقال له إن ابن أخيك محمد لأنه عمه سيدنا حمزة ابن أخيك أبو جاهل شتمه وقال له كذا كذا وقال له اللي حصل فسيدنا حمزة غضب غضبا شديدا وذهب عند الكعبة حيث تجتمع قريش عند الكعبة كان مكان بتجتمع فيه قريش فقاعد أبو جاهل في وسط قوم اللي هم بنوا مخزوم فسيدنا حمزة دخل لغاية لمواف قدامه ثم رفع القوس بتاعه القوس بتاعه اللي هو بيستخدمه في الصدة وضرب أبو جاهل في رأسه فشج رأسه شج منكرة يعني عور أبو جاهل وقال له أتشتمه يعني أنت بتشتم ابن أخيك وأنا على دينه يعني وأنا مسلم هو ما كانش مسلم في الوقت ده ما كانش مسلم أقول ما يقول يعني أنا أتكلم بهذا الدين فرد ذلك علي إن استطاع يعني رد علي لو أنت عندك مقدرا أنت ترد علي كان أعز فتى في قريش كانت الناس بتهاب سيدنا حمزة رضي الله عنه لم يكن حمزة رضي الله عنه قد أسلم بعد في ذلك الوقت ما كانش في الوقت اللي هو حصل في الموضوع ده هو مسلم وقام رجال الدفاع عن أبي جاهل من علته ومن قومه آموا عشان يدفع عن أبي جاهل فأبو جاهل قال لهم دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيح أنا تطولت على ابن أخيه تطول قبيح وسببت سب قبيح ثم بات حمزة رضي الله عنه يفكر حائرا فيما قال ولم يسلم من وسوسة الشيطان فدعا اللهم إن كان رشدا فجعل تصديقه في قلبي وإلا فجعل لي مما وقعت فيه مخرجا سيدنا حمزة في الوقت ده أعاد يفكر حائرا هيعمل إيه بعد ما قال هذا الكلام وطبعا لم يسلم من وسوسة الشيطان إنه يرجع عن هذا الكلام اللي هو قاله فسيدنا حمزة دعا الله تبارك وتعالى وقال اللهم إن كان رشدا يعني لو كان هذا الدين وهذا الإسلام واتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم رشدا الصواب فجعل تصديقه في قلبي يعني خلي الإيمان يأتي في قلبي وإلا فجعل لي مما وقعت فيه مخرجا يعني يجعل لي مخرجا من هذا الأمر في الصباح ذهب حمزة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه حتى اطمأن حمزة رضي الله عنه للإسلام وألقى الله عز وجل في قلبه الإيمان ونطق الشهادتين وكان ممن أعز الله تعالى بهم الدين وافق حمزة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر دعوته ولم يفارقه حتى استشهد بعدما سيدنا حمزة بات الليلة ودع الله تبارك وتعالى أم في الصباح رحل النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه حتى اطمأن قلب سيدنا حمزة الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعز الله تبارك وتعالى به الإسلام والمسلمين شجاعة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه اشتهر حمزة رضي الله عنه ببطولته وشجاعته في المعارك فهو يعد من أبرز الشخصيات في تاريخ الإسلام قدم تضحيات عظيمة للدفاع عن الدين والمسلمين وكان قدوة حسنة للمؤمنين في شجاعته وإيمانه القوي وقد أطلق عليه لقب أسد الله نظر لشجاعته وقوته في ساحة المعركة سيدنا حمزة رضي الله عنه كان شجاعا وكان مقداما في المعارك أول معركة حدثت بين المسلمين وبين المشركين اللي هي غزوة بدر ومن الموقف المشهودة له رضي الله عنه موقفه في أول مواجهة بين المسلمين والمشركين بغزوة بدر أول معركة حدثت بين المسلمين والمشركين معركة مباشرة كانت غزوة إيه؟ كانت غزوة بدر ودي كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدد المشركين وقتها ألف مقاتل ألف واحد والمسلمين عددهم تلتمية وتلتاشر مقاتلا فقط دعت قريش المسلمين للمبارزة قبل بدء المعركة المبارزة إن بيطلع اتنين تلاتة من الجيش ده وبعد كده يطلع بالهم من الجيش التاني وتبدأ مبارزة بين كل واحد وواحد ودي لأهمية كبيرة أو إنية بترفع الروح المعنوية للناس اللي بينتصروا في المبارزة المباشرة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث كانوا ثلاثة أبل ثلاثة كان سيدنا حمزة رضي الله عنه أول المبارزين وانتصر على خصمه من قريش ليبدأ نصر المسلمين في يوم سماه الله جل وعلا يوم الفرقان ربنا تبارك وتعالى سماه يوم الفرقان علشان ربنا فرق فيه بين الحق والباطل ده معنى كلمة يوم الفرقان بأول لقاء كان بين المسلمين والمشركين كان يوم بدر عدد المشركين كان ألف عدد المسلمين كان تلتمة وثلاثة شهر مقاتل المبارزة الأولانية قبل أن تبدأ المعركة سيدنا حمزة كان في أول المبارزين وانتصر على خصمه من قريش ونصر الله تبارك وتعالى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه وسماه الله تبارك وتعالى يوم الفرقان احنا قلنا أن غزوة بدر كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة واحدة جد غزوة أحد سنة الثلاثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي استشهد فيها سيدنا حمزة رضي الله عنهم سيد الشهداء في غزوة أحد سنة الثلاثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج المشركون بجيش كبير للانتقام من المسلمين بسبب اللي حدث لهم في بدر واجتمعوا في ثلاثة آلاف مقاتل كانوا في غزوة بدر ألف في غزوة أحد كانوا ثلاثة قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه بشجاعة وكان من أقوى المقاتلين المسلمين في هذه المعركة استهدف وحشي بن حرب سيدنا حمزة رضي الله عنه وكان وحشي عبدا حبشيا لجبير بن مطعم وقد وعده سيده بالحرية إذا قتل حمزة رضي الله عنه انتقاما لعمه الذي قتل في بدر وحشي كان عبد عند جبير بن مطعم جبير بن مطعم سيدنا حمزة إيتي العم في غزوة بدر فقاله لو رحت وقتلت حمزة أنت هتبقى حر استخدم وحشي رمحه وأسقط حمزة رضي الله عنه شهيدا كان وحشي بيرمي بالرمح كويس جدا فرمى سيدنا حمزة بالرمح وأسقطه شهيدا يذكر وحشي أنه تخفى وتسلل إلى حمزة رضي الله عنه وحين رأاه منشغلا في القتال راماه برمحه وأصابه في بطنه فقتل حمزة رضي الله عنه على الفور وسقط شهيدا وحشي لما راح ما كانش راح عشان يقاتل هو راح بيتخفى وبيتسلل لغاية لما لأ سيدنا حمزة منشغل ومششايف فأمرم سيدنا حمزة بالرمح وقع الرمح في بطن سيدنا حمزة وسقط رضي الله عنه شهيدا حينما انتهت المعركة تفقد النبي صلى الله عليه وسلم شهداء المسلمين فلما رأى ما حل بأخيه من الرضاعة وعمه حمزة رضي الله عنه مشتد حزنه وقال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله عليك قد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات سيدنا حمزة لما استشهد في أحد مثلوا به وده أزى النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديد فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزنا شديدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي عليه في يوم أحد كان يبكي عليه بصوت النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتي يبكي ما كانش بيخرج صوت كان ينزل منه دموع كما يروي الصحابة أنه ناشج في بكائه يعني ناشج طلع صوته وبيبكي وده مش معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في بكائه وده دلالة على حزن النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا حمزة حزن شديد والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه هذا اللقب سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالرحمة فقال رحمة الله عليك قد كنت وصولا للرحم يعني بتصل الرحم فعولا للخيرات يعني انت بتفعل الخيرات والحسنات نشاط رقم واحد أكمل لعبارة الآتية بما يناسبها صلة القرابة بين حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم هي أنه عمه وأخوه من الرضا كنية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه هي أبو عمارة لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه به أسد الله سيد الشهداء أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشاط رقم اثنين ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحية رافق حمزة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر دعوته ولم يفارقه حتى استشت لجاب صحيح لم يدافع حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علم أن أبا جهل آذى لجاب خطأ كان في إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عز للإسلام ونصر للضعفاء بسبب شجاعته وقواته الإجابة صحيح أسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أمام قريش ولم يسلم في الحقيقة بعد ذلك الإجابة خطأ حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا عند استشاة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الإجابة صحيحة إن شاء الله نكمل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته